كان ياما كان في قديم الزمان كان في بنت صغيرة اسمها مليحة ومليحة كان معها لعبة جميلة تضحك وبتغني وفي يوم من الأيام هجموا وحوش على القرية وحاولوا يأخذوا اللعبة من مليحة تخبث مليحة وخبت لعبتها وبعدين صارت تركض 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 هربت من الوحوشة ووصلت لما كان بعيد 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 ما كان حدا معها؟ كان معاها أبوها وإمها وصيدها وستها وفي المكان اللي بعيد بنوا بيت من قماش والعروسة عم تضحك وتغني إلهم وفي يوم إجت ريح كبيرة هدت بيتهم من قماش فقرروا يمشوا لمكان تاني بعيد قلوا يمشوا ويمشوا ويمشوا وقطعوا البحر وقطعوا الصحر ووصلوا لمدينة وفي المدينة فرحة مليحة وفي المدينة فرحة مليحة وفي المدينة فرحة مليحة وفي المدينة فرحة مليحة وكل يوم اللعبة كانت تغني لهم وتضحك لهم ولكن الأحوال تغيرت فجأة ما حدثت؟ أجل وحوشة جداع عرفوا بقصة اللعبة اللي بتضحك وبتغني اللي مع مليحة خافت منهم مليحة وقالت بدي أرهل بعيد عنهم وقالت لازم نرجع لبيتنا الأولان ووين بدك نروح يا مليحة؟ وين؟ شو وين بدنا نروحي ستة؟ بنروحها فلسطين بنروحها بلدنا إحنا فلسطينيين بس الطريق ما كان آمل لقيوهم لوحوش ومهجموا على أمها وأبوها ماتوا؟ ماتوا؟ ما ماتوا، طلعت لهم جنحات طاروا بيها لفوق لفوق في السماء وهم عم يضحكوا لعمليحة لحد ما اختفوا مليحة؟ طلت ماشية هي مستها وسيدها بس كانوا خايفين وفي الطريق قابلهم فارس كان راكب على حصان جميل سألهم وين رايحين؟ وليش خايفين؟ قالوا له قصة الوحوش فقالهم أنا بساعدكم طيب خير إن شاء الله يجرأكوا تخلص بسرعة وتتوكلوا لاتوا أخدهم الفارس على أحصانه وظل ماشي معهم لحد ما وصلهم لبيتهم القديم شكرا سيادة المقدم والله وقفتك معنا عمري ما بنساها الحق غير الله أرحم وأصاني عليكم وهو النهاردة وسيته تتنفس الفيل وحوش اللي عايزين للنعبة وعادت مليحة لدارها القديم سعيدة وفرحانة وفي نفس الوقت حزينة على سيدها اللي تلع له جناحات وتلع كمان هو يتير للسماء والفارس ما كان ينفع يضل معاهم كان إلو بيت وصحاب لازم يرجع إلهم والعروسة واللعبة ظلت مع مليحة تضحك وتغني اشترك في بقات وطشة الشهرية 14 جنيه و 99 درش وبقات سنوية 149 جنيه و 99 درش